لضمان عودة مدرسية آمنة طلق ماراتون فايزر الذي أعلنت عنه وزارتات تربية والصحة لتلقيح التلامذة والقطاع التربوي وكل من يرغب بأخذ اللقاح من عمر 12 سنة وما فوق وتشمل مراكز التلقيح المدارسة والأهالي في مختلف المحافظات والتي بلغ عددها حوالي 50 مركزاً فضلاً عن العيادات النقالة ويصطدف مستشفى الساحل أحد هذه المراكز حيث أشاد النائب فادي عليمي بالإقبال الكثيف على التلقيح معتبراً أن لا مهرب من اللقاح لتحقيق الحماية اللازمة طول الإقبال الحديثة الكثير مقبول أنا بطمع شوف تلاميذ أكتر وأساتذة أكتر وشوي شوية الأقرام بدأت تتحسن معظم الحالات اللي عبت تفوت على المستشفى عبتكون من الناس غير ملقحين بالنسبة عالي جداً الأمل الكبير اليوم أنه الناس يكونوا وعيين المدارس يكونوا انظور أساسي يوجهوا من التلاميذهم وأساتذتهم والعاملين لديهم وبتأمل كمان إذا لقى نحن كاللجنة صحة نيبي رح نطلب أكتر وأكتر من وزاة الصحة والمعنيين أنه يعمل ماراتون تاني وتالت ورابع للمدارس بالذات لنقدر نكسب نحن هالعام الدراسي وما نخسر المستوى الأكاديمي اللي خسرناه آخر سنتين بدي نوه بالجهود الجبارة اللي عموا فيها اللي عم يساعدونا اليوم بهالنشاط المهم وأكيد بدي أذكر كشافة الرسالة اللي اليوم موجودين ومتواجدين بكل الأصائب معنا اليوم اللي يقدروا يساعدونا وصليب الأحمر واليوني سي آر وبقية المؤسسات التانية الموجودة واتحاد بلديات الضاحية في مستشفى الحريري طوابير انتظار مبشرة من تلامذة وأهالا أقبلوا على اللقاح بعد إدراكهم مدى خطورة الوضع الصحي الراهن كيف الماراتون اليوم؟ اليوم الإقبال جيد من الصبح كان في عداد عنا جيدة عنا طلاب مدارس وعنا من بقية الجنسيات يعني كل الجنسيات موجودة اللي من يرغب أنه ياخد اللقاح كان عم يتوجه اليوم لعنا لأيخر الجرعة إن كان أولى ولا تانية ولا تالتين نحنا عم نستقبلهم نحنا هلأ مكافيين لتقريباً لشي الساعة ثلاثة اليوم في أكتر من ألف شخص مسجل وهيدا رقم كبير بالنسبة للعادة يعني احنا أوقات بيكون فيه 500-600 شيء إيجابي عم نلاقيه أنه الناس عم بيصر فيه عندها أقبال أكتر على اللقاح أثبتت الدراسات أنه اللقاح قادر يغطي كمان أوميكرون بنسبة بتفوق الـ 80% فمنشجع كل العالم يجوا ياخدوا اللقاح وما حدا يتردد أول جرعة أنا بأخذ مواطن عادي أنا جاي أخذ أول جرعة أنا لأني موظف لأني استازل أشيء بس عامل أنا جاي أخذ أول جرعة بحيب أنه كل رفقاتي يجي يتطعامه لنرجع نعملها لنرجع نتعاون كل آياتنا ونرجع للمدارس ونرجع نتعلم بعد إصرار وزير التربية عباس الحلبي على العودة إلى التعليم الحضوري الاثنين المقبل نشأ سجال حول هذا القرار فكيف كانت الآراء؟ الأونلاين ما مش حاله أكيد ما عودت لأولاد على المدارس أطفال ما بيفوتوا دكاكين ما بيفوتوا محلات ما بيروحوا مطاعم ما بيروحوا مول أنه ما فهمت بس المدرسة رح تنقل القرانة بدي أخذ اللقاح اليوم عشان روح على المدرسة بشوف رفقاتي بشوف صحابي بالمدرسة بشوف المعلمين كل يأخذ اللقاح عشان يروحوا على المدارس وهيدا لأنه مستقبلنا لازم نروح على المدارس كل السنة عما تروح عليهم مستقبل هيدا بالنهاية يعني لازم أنه نحافظ على سلامة الأطفال ناخذ اللقاح وبنفس الوقت أنه فيه تباعد وفيه كمامات وبناخذ قدر الإمكان يعني الاحتياطات بين مؤيد للعودة ومعارض لها هكذا كان المشهد خلال الماراتون الذي يستمر يومين فهل يعطي أكله في الفترة المقبلة بما يقلص أعداد الإصابات؟ بعد الارتفاع الجنوني بعداد إصابات كورونا لم يعد هناك بديل إلا التلقيح بالإضافة للالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة فسارع ولا تتردده لأن درهم وقاية خير من قنطار علاج حسن شعيتاني أنبئن